فاحنا بنقول ان الله واحد في جوهره اكيد لكن الله جامع في اقانيمه الوحدانية المطلقة ما عندهمش حل في مشكلة صفة الله نروح نقول له الله بيسمع نعم يسمعنا الان نعم هل يسمع في الازل يقول معرفش انا اقول له مستحيل يسمع لان وحدانيته مش جامعة وحدانيته مطلقة اقول له اله متكلم فقال انت لما بتتكلم عن مطلقة بتتكلم على اقنوم واحد لكن هل احنا مثلا لو السؤال وحدانية جامعة مطلقة صح الاقانيم التلاتة يعني لا حدود كل اقنوم مطلق اي غير محدود نعم نعم لكن مش واحد لكن مش واحد مطلق بدعة جيزوس اوني دي وحدانية مطلقة ليه لان عايزين يكلموا عن اقنوم الابن بدون اقنوم الاب والروح القدس ايوا شهود يهوى نعم وحدانية مطلقة لا والمعمودية باسم يسوع مش باسم التلوت بحيث انه يسوع هو الشخصية المطلقة نعم عشان كده انا لما بجابل حد منهم بسألوا في صفات الله في الازل ما عارفش يرد ما عارفش يرد ما عندوش ردي اسيس نزار والسؤال التاني كان ان الله في ثلاث هل احنا اللي اخترعنا الثلوس هل احنا اللي اخترعنا حاشا دايما نجف شواهد كتابية وسأل عن شواهد كتابية انا جبل ما افتح شواهد كتابية اخي نزار انا تخيلت نفسي واحد لم اقرأ الكتاب المقدس ولا اعرف ان يوجد اله مقدس يوجد كتاب مقدس وجعدت اسأل نفسي انا لو مفكر هعتقد ان هذا العالم خلقه الهين ولا اله واحد هنتهي منطقيا انه لابد ان يكون اله واحد لانه لو فيه الهين يبقى كل واحد منهم 50% ولو كل واحد منهم 50% يبقى مش مطلق ده رقم واحد رقم اتنين طب هزا الاله له صفات نعم طب هزي الصفات دي لازم تكون موجودة ازلا ولا مستحدثة لازم تكون موجودة ازلا منطقيا طب لو صفات موجودة ازلا لازم تكون عاملة ولا عاطلة لازم تكون عاملة فاذا كانت الصفات موجودة ازلا وعاملة يبقى لازم تكون الوحدانية جامعة ده منطق للدرجة ان كم كبير من الفلسفة واصلوا الى هذا المنطق بعيدا عن الكتاب المقدس أوكي تفتح الكتاب المقدس اول اية في اللغة العبريية في البدء خلق الله برشيث براء الوهيم براء مفرد الوهيم جمع الوه وإلوه وإلوه وإلوهيم عشان كده في تكوين تلاتة قال الرب والإله واذا الإنسان قد سارك واحدا مننا في تكوين واحد نعم للإنسان على صورتنا تمام في أمثال تلاتين ما اسمه وما اسم ابنه انعرفت مزمورة عشر مئة وعشرة واحد قال الرب لربي قال الاب للابن باسم الاب والابن والروح القدس عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس مليء الكتاب المقدس قديم وجديد طبعا لما بقول عمدوهم باسم مش بأسماء يعني بوضح الفكرة نعم وحرف الواو مش معناها شخص آخر حتى حرف الواو في اللغة اليونانية يدل على وحدانية الأقانيم